وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوْدُوا الْكِتَابَ نُقَرْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُتَّقِينِ أما بعد أيها الثائرون الأحرار أيها الثائرات الحرائر أيها المقاومون الصامدون تأتي اليوم ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأول في التغيير محمد رسول الله تأتي ذكراه اليوم لتذكرنا بالميلاد الرحمة والعدل والمساواة بين الناس فنيلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونيلاد دعوته بشارة للأمة وغيثا للوجود وأملا مغردا في القلوب بدعوته انكسرت قوى الباطل وانقلت غياهيب الطلام وتهاوت عرشه أكاسرت الظلم وقياصرة الطغيان على نهج إيصار الصحابة والموت من بعدهم ليتقدد ربيع الحياة والتغيير ويمتد في كل شعب وعلى كل أرض وتلك رسالة الإسلام وغاياته العظيمة التي يسعد بها الوجود وينعم بها البشر وفي زماننا هذا زمن انتشار الطلم والجبروط والطويان يتجدد ميلاد التغيير وصناعة الحياة والمقاومة لمشاريع الموت والاستذلال والطويان ويستلهم أحرار هذا الزمان في كل الأوطان نماذق البطولة والتضحية في مقارعة الظالمين والجبابرة اقتداء برسيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ومرورا بصحابته الكرام وأتباعه ومن سار على نهجه ومع كل صورة مشرقة من صور تضحياتهم تهون تضحياتنا مع كل صورة مشرقة من تضحياتهم تهون تضحياتنا ومع كل جهد دعو منهم تتدفق عزائمنا وتثور هممنا ولأجل هذا المبدأ العظيم عاشوا حياتهم جهادا وضحوا بأموالهم وأنفسهم من أجل هذا المبدأ العظيم فمنهم من قتل ساجدا في صلاة الفجر كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكنه سأل من الذي من الذي صوب سهامه نحوي فقالوا له إنه أبو الأولوة المجلسي فقال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل مسلم ثم تآمروا على عثمان فقتلوه ثم تآمروا على علي بن أبي طالب فقتلوه ثم هكذا قتل قادة التغيير والمقاومة على مشارف فارس والروم وحطين وفي كل البلاد وحين نتأمل عصرنا اليوم نتأمل عصرنا الحامر ونقارنه بالماضي مع استلهام نور الحق والنبوة وسير الفداء والتضحية وقواعد الدين ومبادئه نرى تكالب الأعداء على الأمة كما نرى اليوم في بلادنا تتار العصر نرى تتار العصر وأتباع الفكر الرافضي المجوسي الإيراني نرى ميليشيات الحوثي وعصابات المخلوع كيف هدمت الأمن ودمرت الوطن وابتاحت المدن وقتلت وسفق ونهبت ولا تزال نرى دعم إيران أبنان طالف اليمن ميليشيا الحوثي والمخلوع نرى أيضا اليوم صنط العالم وتواطؤ البعض عن جرائم الحوثي والمخلوع في حق شعبنا في عيشه الكريم واستعادة حقوقه كما نرى قيوط اللعبة تستكمل ولكن الله يظهر الحق ويفضح الباطل لإقامة الحجة على الناس لكي لا يغتروا بالشعارات الوحمية الخادعة والتي تكفي المكلة والحقدة على الإسلام والتي بدأت من عهد اليهودي الرافضي عبد الله بن ساب عبد الله بن سبا كما مرت بالمقوسي أبو المؤلوه قاتل عمر بن الخطاب أيضا كما مرت بالفاطنية الصفوية في مصر التي بعد أن قضى عليها صلاح الدين استطاع أن يحرر المسجد الأقصى وصولا إلى عصرنا الحاضر نرى جرائم إيران التي فتكت بشعب العراق ونفطه وعزته واستقراره ثم ما تفعله مليشياتها اليوم في شعبنا السوري وحماية بشار النصيري وأمام ثبات الشعب السوري وصموده إذا بهم اليوم يستنقضون بروسيا الفاشية الحاقدة على الإسلام لتستمر في قتل شعبنا السوري بدعوى ضرب الإرهاب وكل ضرباتها على الأطفال والنساء والمدارس والمساجد لا على الإرهاب كما يزعمون وإذا بعصابة البغي الحوثية العفاشية تبارك هذا القتل ولكن ليس كل ما يتمنه المرء يدركه فقد فاقأهم التحالف الإسلامي بإنشائه فكانت صدمة لأطماع الأعداء وأوهامهم إننا نرى في التحالف الإسلامي قطع الطريق على إيران وغيرها وعلى غيرها من دول الغرب في ضرب المسلمين بإسم الإرهاب وكأن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربية الإسلامي يقولون نحن نكفيكم شر الإرهاب الحقيقي في بلادنا ونؤجبه بأنفسنا إنه قرار جريل وطموح عظيم إنه عمر جبار له آثاره في إعادة الكرامة وحق لذناء المسلمين وحفظ بلدانهم من الإرهاب المزعوم والمدعوم غربياً وإيرانياً كما يقطع الطريق على النوافذ الاستعمارية والتخريبية التي يدخل منها أعداء الإسلام وما زالوا ولعلها دعوات المظلومين واستغاثات المكروبين وأنات الموجوعين ودناء المقهورين طرقت باب السماء طويلة في اليمن أو في غيره حتى أكرم الله يمننا الحبيب وأكرم العالم أجمع وأكرم أمتنا الإسلامية بأكبر تحالفين عربيين إسلاميين في عام واحد عام 2015 فلله الحمد ومنه الفرج ولا ننسى في خضم هذه الفرحة الغامرة والأمل المتجدد أن نتذكر تضحيات التحالف العربي ومواقفه الخالدة في نصرة شعبنا اليمني المقاوم ووقوفه مع الشرعية ضد الإنقلاب الباغي كما لا ننسى أن نعزي أنفسنا وشعبنا ودول التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برحيل القائدين العظيمين عبد الله السهيان وجميل الكتبي وضباط وجنود من القيش الوطني اليمني ولولا أننا افتقدناهم في ميادين الشرف والبطولة لكان الحزن أعظم والأمر جلل عزاؤنا لأسرهم لأنهم قدروا بدمائهم تربة اليمن الطاهر واختلطت دماؤهم بدمائنا من أجل العزة والكرامة ماذا يمكن أن نقول عن الحصار وعن أي صورة مؤلمة نحكي وعن أي وجه للظلم نروي وعن أي مشهد للقبح والإكرام نصور ثم ماذا صنعت هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ماذا قدموا لأطفال ونساء تعز الذين يعشون تحت الحصار حصار هل سمعت الدنيا بمثله كل أسباب الحياة تمنع وكل مططلبات الحياة تحقز كل ما لا يخطر كل ما لا يستطيعون تخيله وتقف مشاعرهم عاجزة عن تخيل ذلك المشهد وتلك المأساة للحصار الغاشم الظالم على مدينة المطاومة والثورة والنضال والحضارة كنا نسمع عن معابر الموت والحصار لأطفال غزة لغزة الصامدة كنا نسمع عن معابر الموت والحصار الخارج لأطفال غزة ونسائها ورجالها من قبل قنود الاحتلال الصهيوني وكنا نتعلم لذلك ولكننا اليوم ولكننا اليوم نعايش هذا الحصار ونلامس ونحس بهذا الحصار ولكن المدينة اسمها تعز والمحاصرون لها قطعان وميليشيا الحوثي والمخلوع فلا فرق بينهم لا فرق بينهم وبين جنود الصهينة لا فرق بينهم وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي فهم فهم ربما هناك في غزة ربما في معابر غزة جنود الصهينة يسمحون بدخول الاحتياجات الإنسانية يسمحون بدخول استوانات الغاز والمكسبين إلى المستشفيات يسمحون بدخول الطعام والماء إلى غزة لكن قطعان وميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح لا يسمحون بدخول غاز الأكسبين إلى المستشفيات فأيهم في الجرم أعظم هؤلاء يشد جرما من الصهينة اللي آمن كل شيء ممنوع ومحرم الماء والطحين والغاز والحطب واستوانات الغاز واستوانات الأكسبين إلى المرضى القليل والكثير ما تعلمون وما لا تعلمون لا يسمحون بدخول شيء مع طفل صغير أو مع امرأة عجوز يأخذون من أياد النساء التقيق والطحين وينثرونه على الأرض وإذا سألتم عن أشد حصار عبر تاريخ الإنسانية فقولوا هنا تعز وإذا سألتم عن مدينة خذلها وخذلتها هيئات ومنظمات العالم وصمت العالم وخذلها القريب والبعيد فقولوا هنا تعز وإذا سألتم عن المدينة الشامقة الصامدة التي لن ولن تستسلم أبدا فقولوا هنا تعز وإذا سألتم وإذا سألتم عن المدينة التي ثبت رجالها وأطفالها ونساؤها فقولوا هنا تعز هنا تعز تعز القيم تعز الرجولة والإباء والصمود لقد كنا نقول عن إجرام ميليشيا الحوثي والمخلوع بأنهم لو قدروا أن يمنعوا عن الأكسجين لفعلوا وهاهم اليوم يقدون فرصة خبيثة تعكس خبث نفسياتهم في منع أنابيب واصطوانات الأكسجين عن المرضى والجرحى في غرف العناية المركزة والأطفال في غرف الإنعاش فمنعوا دخول الأكسجين الذي تكتهد به المستشفيات لإنقاذ أرواح بشرية وأطفال بريئة فهل سمعتم من هو أشد إجراما منهم ناهيك عن القصف اليومي وإنطار المدينة ومساكنها ومساقدها ومدارسها بصواريخ الكتيوشا وقبائف الهامر وإفتاع الأطفال والنساء وقتل المدنيين والأبرياء بشكل وحشي وجنوني ولكن الله له في المنصاد ما كنا نتوقع أن يمنيا مهما بلغت قسوة في قلبه وموت في ضميره أن يصل به الحال إلى أن يأخذ علاج الضغط والسكر من امرأة عجوز ويدوس ذلك العلاج تحت قدميه وهي تتألم وتنظر إليه ما كنا نتوقع أن يمنيا مهما بلغت القسوة في قلبه وما تضميره أن يأخذ التقي من يد امرأة عجوز ويضروه في التراب ويعتدي على عجوز أخرى بالضر وتمتد يده الخبيثة الآثمة على امرأة عجوز فينطمها لأنها تحمل الخبز لأطفالها لتدخل به إلى وسط المدينة ما كنا نتوقع أن يمنيا يشعر أن قمة الرجولة في لطم النساء واستعبار قوته عليهم ولو كان رجلاً حقا ولو كان رجلاً حقا لواجه رجال المقاومة وجهاً لوجه لا أن يرمي المدينة بالصواريخ وقذائف الهاوم رغم الحصار رغم الحصار سنقاوم رغم القتل والدمار سنصمد ونقاوم وليرسالة أخرى وأخيرة في هذه الخطبة إلى الوفد الحكومي في جنيف ما ذهبتم من جنيف إلا بتضحيات اليمنيين وإلا فقد كانت السجون معدة لنا ولكم فأكملوا لليمنيين نصرهم النيداني بنصرٍ سياسي وإلا رفضكم الشعب كما رفض أضعياء الحق الإلهي ونحن على ثقة أنكم ستحسنون الاختيار فلغت تألمتم كما تألمنا ثلاثة أيام من المفاوضات الوهنية والهدنة المدمرة كشفت الزيف والكذب ولم يبقى سوى اتخاذ منقفٍ حاسم لتحرير الأرض والإنسان اليمني من التوقل الفارسي الإيراني ختاماً صور الكذب والقبح والنفاق والكذب لدى ميليشيا الإجرام التي تقول بأنها سبحت بإدخال المساعدات الغذائية إلى تعز كثر كذبهم بل وصدقهم البعض ممن منشطون للأمم المتحدة وهم يعلمون أكثر منا أنه لم يدخل شيء إلى مدينة تعز فإننا نقول بأن نتعز رغم الحصار والظروف بأنها ستظل صامدةً ثابتةً تقاوم حتى تطرد هؤلاء الغذات البغاق المعتدين نصركم الله أيها المقاومون المرابطون على فغور الجبهات تقدموا واثبتوا ثبتكم الله أصمدوا فإن قلوب اليمنيين معكم دعواتهم لكم في تعز وفي كل اليمن ثبتكم الله أعانكم الله نصركم الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه أمركم الله بذلك إرشاداً لكم تعليماً وتشريفاً لمقام نبيه وتعظيماً فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على أبدك ورشولك ومحمد ورضا اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وإثمان وعليه وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بعفك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفل لنا ورحمنا وعافنا وعفو عنا وتجاوز عنا يا رب العالمين اللهم يحب ورحمة 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 والمرضى والجرحى اللهم فاسمع لأنات الجرحى والمظلومين اللهم اسمع لأنات المقهورين اللهم عليك بالحوثيين اللهم عليك بالعفاشيين اللهم عليك بالمجرمين يا رب العالمين اللهم قل إخواني في غزة وفرصينا لا سلونا معينا وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين قل إخواني في العراق لا سلونا معينا وافتحهم فتحهم فينا اللهم انصر شباب المقاومة التي اياتهم على الزناد في التذور اللهم قوس واعدهم اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين اللهم ضاقت بنا الاحوال وإلا بك يا الله اللهم انت مرجعنا يا الله اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا الله فرج عنا ما نحن فيه يا الله وصل لهم على سيدنا محمد وعلى اشتركوا في القناة أبنى مهرب يا أبطال هي أصحابه على الدقال أبنى الجوز يا أبطال وبدأ قلب الزحف على الدقال